يعني أنا شوية عندي مشكلة إني أحكي عن الفطر تسممت عنجد قبل 3-4 سنين كنت حامل وكان غلطة إنه صراحة كان عندي فضول أدوء فطر وطلع سام فموضوع الفطر يا جماعة حصة اللي مزروع لحاله في كتير أنواع سامة وفي أنواع لازم تأكلها مطبوخة لأنه ممكن يكون عليها بكتيريا يعني هو مفيد جداً بس ننتبه أكيد الأنواع نبدأ نحكي عن الأنواع ولا الفوائد نبدأ نحكي عن الفوائد هلأ أول إشي الفطر إحنا أكتر الفطر اللي منتناوله اللي هو الفطر الأبيض هذا اللي معروف حتى بحبه إنه اللي بكون مش اللي مفتوح من هون اللي هو هيك مسكر أسهل للتنظيف أنا هلأ هو أكيد معظم الشفات بقولولك ما بصير تنطفي لازم بسفنجة أو ماشية ماشية مبلولة بس أنا بخسل صراحة يعني موضوع الهيجين يعني بخاف منه بس أكيد ما تغمري بالماء عشان هو أغلبه مي فبتشرف مي هلأ الميتة جرام مشروم يعني تقريبا خمس حبات فيهم بس تقريبا ثلاثين سعر حرارية فيهم ثلاثة جرام بروتين فهذا بنا نحكي عشان البروتين لأنه في ناس بيأخذوا الفطر كبديل للحوم أوكي نسبة إنه شويات فيه قليلة بتختلف حسب نوع الفطر ثلاثة جرام يعتبر كيف؟ ثلاثة جرام يعني نصف البروتين الموجود ببيضة أوكي يعني إحنا البيضة يعني جيد مش مطال كمصدر نباتي أوكي هلا إذا أكلتي أكتر أكيد تاكلي كمية بروتين أكتر نسبة إنه شويات قليلة الألياف فيه منيحة تقريبا ثلاثة جرام ألياف ممتاز يعني بالخمس حبات غاني ببعض الفيتامينات والمعادن فيه بوتاسيوم منيح بس هو مشكلته إذا نسلق أو نطبخ كتير وكتير من البي فيتاميز والبوتاسيوم بروحه فيه بوتاسيوم فيه نسبة من الزينك فيه نسبة من الفوسفور والكالسيوم أهم فوائده كمان يعتبر من البيبيوتك يعني من الأكل المعزز لنمو البكتيريا في الأمعاء فهو مهم جدا لصحة الأمعاء والمناعة بيساعد على خفض الكوليسترول نتيجة وجود الألياف الموجودة فيه وفيه مواد بتاعد على الحماية من السرطان فيه مواد مضادة للسرطان وأكيد مفيد بالحميات لتخفيف الوزن فهي تقريبا أغلب الفوائد الموجودة إذا بدنا نقارن عشان اليوم عم نحكي عن البروتين عم نحكي عن الكيتو كتير إذا بدنا نقارن بين الفطر والبقوليات أكي أديش أكتر البقوليات؟ البقوليات أعلى هلا هو كبديل جيد للحوم من ناحية الطعم والملمس الحلو بالفطر خاطئ مثلا هاي فطر معلب لما ينطبخ أو يتعرض له سواء تحسي ملمسه بيصير شوي قريب مش قريب من اللحمة بس صلب فالناس بفكروا دايما أنه بديل رائع عن اللحوم لا إحنا حكينا كل قرر خمس حبات يعني تقريبا ست حبات تقريبا فيهم ثلاثة جرام بروتين إحنا بنحكي على صدرجاج بيوصل 21-24 جرام بروتين فإحنا بنصفي بنناكل كتير لنعوض بس هو كبديل جيد للبروتين من ناحية الطبخ والطعم إنه بيعطيكي شعور وليس القيمة ايه هي هاي الجملة اللي بدور عليها شعور لما كننستخدمه بالسيام أثناء بالسيام النباتي برضو يعني هو بديل عن اللحوم يعني بعود بروتين إذا بتاكلي أكثر بس مش بكمية يعني آه في ناس بعملوا مثلا الحلو بالوصفات اللي بتعملي مثلا زي البيرجر بس تكون كلها فطر أو بالخلطة يكون فيه فطر مع أشياء تانية هلأ أكيد البقليات سؤالك أعلى أعلى يعني النصف كوب فول أو حمص سبعة جرام بروتين أوك يعني حصة حمص بس بثلاتة آه بس مثلا الحمص والفول فيه نشويات هذا ما فيه نشويات أنا أحبت أنه فيه زي ما حكيتي أليا بوتاسيوم يعني كمية منيحة من المعادن ومنيحة للبكتيريا بالضبط وفيه فيتامين دي فيه فطر اسمه الشيتاكي مشروم اللي هو لونه بني أوكي وشوي هيك رفيع بيجي هذا مصدر هو الحلو كيف إحنا لما نتعرض لشمس مناخد فيتامين دي بعض أنواع المشروم من اليوفي لايت من أنت أعرض لأشعة الشمس بتكون مصدر جيد لفايتامين دي هلأ كلهم فيهم إشي بسيط بس نوع الشيتاكي مشروم عالي جدا موجود موجود فيه علب ولا فرش لا بتلاقيه فرش موجود بس بديك تلاقيه بالمحلات اللي بيبيعه كل أنواع الفطر طيب ربع نحكي على الأنواع أوكي والخيارات الموجودة وكمان نحكي على طريقة الطبخ بتفرق بس فتطل فيها القيمة صح في عنا هذا أكتر أنواع المشروم bottom mushroom white mushroom الفطر الأبيض الحلو بس أهم إشي دائما أنه يتنظف بطريقة منيحة عشان منعا لأي جراثيم أو مشاكل صحية في هذا المشروم بسموه شميجي مشروم هيك بيجي برضو هذا موجود بالأسواق كتير طعمه لذيذ بالشوربات بالأكل الصيني والهاي بس هذا لازم ينتاكل مطبوخ لأنه فيه شوية مرارة ومطبوخ أحسن كمان لأنه فيه بكتيريا اسمها الليستيريا ممكن تكون موجودة فيه وتعمل لنا تسمم غذائي فيفضل أنه ينغسل منيح وينطبخ منيح طبعا المشروم كله ما بنتقع بالمي لأنه أغلبه هوا يعني فرح يتمل المي بصير طعمه مو زاكي أبدا فإحنا يفضل أنه عشان هيك أصلا ما بنغسله آه عشان هيك فينا هلأ ليش أنا بحب أشري الكاب أو اللي بكون من هون القاعة مغطة مش داخل الترابي كتير بيكون فيه بس آه هاي أولا تاني إشي لما بستحمل شوية مي أوكي يعني لما تغسليه وتنطفيه هلا هلأ الشفاء دايما بقولوا بسفنجة طرف مرات بقشره ومرات بربسحه يعني كل مرة شكل بس الواحد بضله خايف المهم تزال كل الأترب الموجودة فيه طيب وفيه المعلب بس هذا طبعا لمعلب قديش منفقد من القيم الغذائية هلأ مشكلة إنه معظم الفيتامينات والمعادن زي البي فيتامين زي البي فيتامين بي سيكس فيه بي فيتامين مجموعة منيحة فيه بوتاسيوم بي الطبخ والسلق يعني هذا لأنه أوردي يعني بيكون معلب بالماء بيكون رايحة كل الفوائد اللي فيه فهو أكتر لما بيكون بهاي الطريقة هذا الحلو أنه منقدر ناكله طازة منحطه فريش وفيه زي هذا بسموه إينوكي أظن مشروم اللي هو بيجي أطول من هدول الكبار كتير كمان بالشربات الصيني أكل الصيني والهندي وهدول بتلاقيهم موجودين فيه المعلب كمان بيجي أنواع رباب بيفرق القيمة الغذائية تقريبا كلهم يعني تقريبا كلهم فيهم تقريبا 3 جرام ألياف قلتلك بيفرق من الأنواع المشروم فيه واحد اللي هو فيه فيتامين دي أعلى لهو لونه بني هدول اللي بيكون بميزه المشكلة في فيتامين دي مصادره قليلة من الأكل يعني فيتامين دي تعرض لأشياء الشمس سمك سالمون تونك والأنواع الأسماك والحلب والألبان والأسماك تيجي أكتر مصادر نباتية لا فيتامين دي خليلة جدا طيب ربع فيما يتعلق بطريقة الطهي إنه ما ينزل ميته شبطا صحيح نحافظ على القيمة الغذائية هلا دائما بالطبخات يفضل ينضاف آخر إشي لأنه كل ما نتص مي كل ما صار ملمسه أو طعمه مش كتير مستساخ إلا إذا حطينه إحنا بديل نباتي زي ما حكينا بطريقة الطهي والملمس فيه أنواع يفضل تنطبخ زي هذا النوع ما يفضل إنه فيه بيكون فيها طعمة مرارة وبشكل عام أي مكان كنا مسافرين برا البلد شفنا فطر على الأرض هاي من الأشياء اللي دائما ننبه لها إنه أنواع الفطر فيه مرات بتكون سامة فإذا أنت ما بتعرف في شو نوع الفطر الموجود ما تتجرعي وتحامل لأنه بأخذ فطريات فطريات يعني أهو فنغس بس اللي بالسوق هو الآمن هو هذا الموجود فيه كمان الكبار اللي بينحشوا كتير طعمهم طيب وزاكي وبالكيتو يعتبر خيار جيد لأنه قليل جدا بالنشويات وبيعطي شعور بالشبع شكرا ربيعاتك ألف عاثيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر